على حفة الهاوية تقترب الأزمة بين إيران والولايات المتحدة في ظل حرب سياسية وإعلامية حامية الوطيس فرئيس الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط في حال منع الطهران من تصدير نفطها ويحذر من أن الحرب مع بلاده ستكون أم الحروب فيرد ترامب محذرا روحاني من أنه إذا هدد أمريكا فإن طهران ستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ هي حرب كلامية يراها بعض المحللين مقدمة لحرب عسكرية جديدة في منطقة الشرق الأوسط لسيما إذا أقدمت طهران على تنفيذ تهديداتها بغلق مضيق هرمز ورغم التقارب الواضح بين ترامب وبوتين في قمة هلسينك الأخيرة إلا أن صحفا إيرانية مقربة من النظام ترجح أن لا تتخلى روسيا عن إيران في مواجهة الولايات المتحدة طرح ربما يختلف فيما يتعلق ببعض الملفات لسيما الملف السوري الذي تطالب فيه موسكو طهران بالابتعاد عن الحدود السورية مع الكيان الصهيوني في حين يؤكد نيتنياهو على عدم السماح لإيران بالتمركز في سوريا مشددا على تواصل الضربات ضد القوات الإيرانية هناك في المقابل يرى مراقبون أن إدارة الرئيس ترامب تسعى من وراء ذلك التصعيد إلى إجبار إيران على الجلوس مرة أخرى إلى طويلة المفاوضات ولكن بشروط أمريكية وهو ما عبر عنه ترامب بالقول إن إدارته مستعدة لإبرام اتفاق نووي حقيقي مع طهران إتفاق يختلف حسب قول ترامب عن ذلك الكارثي الذي أبرمته إدارة أوباما ولعل نظرة سريعة إلى الملف النووي لكوريا الشمالية يرجح ذلك الطرح الأخير إذ لم تمنع التهديدات المتبادلة بين ترامب وكيم جونج أون عقد القمة الشهيرة بين الرجلين في سنغافورة وبداية تسوية دبلوماسية لذلك الملف الشائك ما يعني أن سياسة ترامب في الذهاب بالأمور إلى حفة الحرب ربما تجدي نفعا كذلك في الملف الإيراني